أكد وزير العمل محمد جبران أن مصر داعمة لكل عمل عربي مشترك يؤدي إلى مزيد من التنمية وتوفير فرص العمل للشباب العربية وتسعى إلى تطوير اقتصادها ليكون أكثر تنفسيا وانفتاحا على العالم وصناعة قوى عاملة مؤهلة ومدربة وعالية الانتاجية تستجيب للمتطلبات المتغيرة لأسواق العمل العربية والعالمية وأشار الوزير إلى توجهات رئيس عبد الفتح السيسي داعم أيضا لترسيخ تقافة الحوار الاجتماعي بين الأطراف ذات الأهداف المشتركة للوصول إلى عمل مشترك يخدم كافة القضايا العربية كما أشار إلى موقف مصر تابة تجاه الحق الفلسطينية في تحرير الأرض وتقرير المصيرة ومواجهة ممارسات الاحتلال